صلاة والسلام وعلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذنك يا شباب عاملين يا رب تكونوا خير النهاردة بنتقل مع بعض في محاضرة جديدة من تفاعلات الإنوليت محاضرة النهاردة تكون عن تفاعل كليزن العنوان بتاعة المحاضرة زي ما احنا شايفين مع بعض الأول هنتكلم عن تفاعل كليزن اللي هو سلف كوندنسيشن بعدين العنوان الثاني كروس كليزن كوندنسيشن وآخر حاجة الانترا موليكولر كليزن بس ناخد بالنا الانترا موليكولر كليزن ليه اسم تاني نيمد ري اكشن يا جماعة مهم نعرفها اسمه ديكمان ري اكشن يبقى الديكمان هو الانترا موليكولر كليزن طيب نبدأ على بركة الله اول حاجة كليزن كندنسيشن ايه هوا يا دكتور تفاعل كليزن تفاعل كليزن ببساطة هو سلف كندنسيشن بتوين تو موليكولر كيف استر وقفنا يا دكتور احنا مش خلصنا قلد ولكن هنا اي بس قلد ولوه كان سلف كندنسيشن ايوا بس قلد شلف كندنسيشن بتوين تو موليكولر في الكلادي او كيتون يبقى الثالده ده بيعمل كندنسيشن للالضايد white oder ketone مع بعض لكن كليزن سلف كندنسيشن بتوين ايه بدوين. يبقىا لده بتاع الا 소فية. لكن ده بتعمين بتاع الاصطر. طب دكتور دكتور عشان يحصل لهم不elsius لديهم شرط. what do you choア shor? lets not answer. هل شرط بتاعهم? لازم يكون عندهم الفا اتش. ما زلنا في ن الخiri. فلازم عشان تعمل ن الخ immigrants لازم يبقى عندك الفا اتش. طاب دكتور دكتور النتج بتاع كليزين ده؟ النتج بتاع كليزين حاجة اسمها بيتة كيتو ايستر. Qi estare دكتور دكتور ما تقول لنا كيه الكلام كله على بعضه الكلام كله على بعضه ان كليزن عبارة عن سيلف كوندنسيشن بتوين تو مالكيلوف إستر لازم تحتوي على ألفا هيدروجين والناتج بتاع التفاعل حاجة اسمها بيتا كيتو إستر طب وضح لنا اكتر يا دكتور احنا ناس بتوع كيميا اكتر حاجة توضح لنا ايه هي المعادلة الإكوشن تعالوا كيه ناخد كيميكال إكوشن بص المعادلة دي ده عبارة عن إيسايل أسيتيت ده إستر اللي هو إيسايل أسيتيت وده برضو إيسايل أسيتيت يا شباب كلمة سيلف كوندنسيشن يعني كوندنسيشن بتوين تو موليكول أوف زي سيم إستر نلفز الإستر خلاص بس انا سمتلكوا واحد أصفر واحد أخضر عشان ايه يبقى أسهل بالنسبة لكم وتعرفوا احنا عاوزين نطلع ايه في الاخر طيب لحظوا الشرط اللي تكلمت عليه موجود ألفا هيدروجن دي كربونا ألفا لياه CH3 ألفا يعني جنب الكربونايل وعليها H وهو نفسه برضو أدي ألفا وعليها H الرياجنت العساهم سوديم إيسوكسايد وده بيلز كلنا عارفين وبعد كده في الخطوة الأخريين بنعمل أسيديفيكيشن ونعرف ليه بنعمل أسيديفيكيشن لما ناخد الميكانيزم ايه الناتج يا دكتور الناتج بيسموه بيتا كيتو إستر ليه بقى بيتا كيتو إستر الفانكشن جروب بتاعته بيتا كيتو إستر ايه دي كربونا ألفا يا شباب ودي كربونا بيتا واللي بعدها جاما لو أنا بصيت علاقي كربونا بيتا عبارة عن مجموعة كيتو صح؟ يبدأ اسمه بيتا كيتو إستر يبدأ الفانكشن جروب بتاعته إستر دي الإستر يا شباب اللي بشاور عليها ها؟ وكربونا بيتا عندها كيتو فيبقى اسمه بيتا كيتو إستر ده مش اسمه المركب ده الفانكشن جروب بتاعته المركب بالعيلة بتاعته جلسة زي ما تقول المركب ده العيلة بتاعته كحولات الكل. ليس اسمه كحول. لا هذا العيلة بتاعته. المركبات بتاعته. الفانكشن جروب بتاعه. المركبات التي يصل في تفاعل كليزن اسمه. لكن اللي عاوز تسألني اسم هذا المركب اسمه. اسمه اسمه ايسائل اسيتو اسيتيت. اسمه ايسائل اسيتو اسيتت. اسمتها. اسمات المركبات ايسائل اسيتو اسيتات. اذا رأيكم تعالوا نخمن بعض ما حدث. ايفه كون البيتا كيتو اسر؟ كي انا اقوم بت Будetaine بسهل بالنسبة لكم. work size for the اللي هو لونه اخدر ده. القصائل الاستيت اللي لونه اخدر. لما طلع في البرودك طلع هو هو بس متشال منه اتش. بدلا ما دي كانت سي اتش سري بقت سي اتش تو. واحد يقول لي يعني يا دكتور كل اللي عملته في الاخدر ده ان انت شلت منه اتشاية صح. هنا شلنا منه اتش. طب والجزئ الاصفر هتبصوا كده لو بصينا على الجزئ الاصفر التاني. سي اتش سري سي دابل بنده او او اي تي. هنا طلع ازاي سي اتش سري سي دابل بنده او او اي تي. يعني اتشال منه او اي تي. اتشال منه او اي تي. اي تي اللي هي اصاية. معنى كي يا دكتور ان الكون دنسيشن ده حصل وتنزع جزئ كحول ايثانول. صح? بتشال جزئ ايثانول. واحد يقول لي دكتور دكتور اللي عمي في القارن بقلدل. قلدل كنا بننزع جزئ مية في الكون دنسيشن في الاخر فما بقلدل كنا اتنين او كيتون واحد بتشيل منه او الفا اتش. اتنين الفا اتش. لكن هنا اتنين استر بتشيل منهم ايثانول او مثانول. حسب طبعا ايه? عنده او اي تي ولا او ام اي. حسب هو الاستر شكله ازاي. فبتشيل جزئ كحول ايثانول. تمام? طب يا دكتور نقدر نقول التعريف بطريقة اخرى? انا احب الطريقة التانية بقى في التعريف. اللي هي ايه يا دكتور? ان انا بيكون عندي اينوليت انايم. اللي اخدر ده لما يشيل اتش يا شباب. الاخدر ده لما يشيل اتش. مش يبقى سي اتش سالب. حلوة قوي. يبقى انوليت انايم. واحد فيهم في الاتنين استر هيبقى انوليت انايم. لان نشيرنا منه اتش. ويروح يهاجم التاني. او اللي اقدر هيبقى سي اتش سالب. هتروح تهاجم التاني. ومعلوماتك الكيمياء الفضيعة بقى. لما يروح يهاجم الاستر. الاستر بتعمل نيكلوفيلك سبستيوشن. سبستيوشن يعني ايه? يعني السالب ده عيخش مكان مين? الاو اي تي. يبقى اذا التعريف التاني لكليزن انه هو تفاعل بيحصل فيه انوليت انايم او كاربون نيكلوفيل. خلاص بتروح تهاجم استر. وبعدين ايه? بيحصل نيكلوفيلك سبستيوشن ويكون البيتا كيتو استر. التعريف اللي تحت ده اشمل واعام التعريف اللي ايه? اللي فوق. فهميني? والاتنين ايه? صح. بس انا حبيت احط التعريف اللي تحت عشان تعرف ان احنا شغلين في الانوليت ري اكشن. واحد لازم يكون عنده الفا ايتش. ويتحول الى سالب. وبعد ما يبقى سالب يروح يعمل اتاك على صاحبه الثاني. ويعمل الاستر بتعمل نيكلوفيلك سبستيوشن. سبستيوشن يعني يا دكتور يعني استبدال. يعني الانوليت اللي هو عيبقى سالب هنا عيخش. ويحل محل الاو اي تي. فيدينا الناتج ده اللي هو البيتا كيتو استر. الاسم بتاع المركب ده ايسايا الاسيتو اسيتيت. لازم تبقى عارفه ده مهم جدا. طيب تعالوا نحاول نعمل الميكانيزم مع بعض. الخطوة الاولى في الميكانيزم حيكون تكوين الانوليت. ازاي يا دكتور اهو. ادي الايسايا الاسيتيت. خلينا اكتب اتش كده. الالفا. سيدا والبوند او. او اي تي. ممتاز. سيجي البيز اللي هو سوديم اي سوكسايت. السالب بتاعته دي. هتروح تعمل التاك على تاخد الالفا اتش دي الفا. وبالتالي الربطة بتاعتها هتبقى على الكربون هتبقى شحني سالب على الكربون. فتكون عندي الانوليت. يلا يا شباب الانوليت شكله ازاي بقى? سي اتش تو نيجاتيف. سيدا والبوند او اي تي. خلاص بينا عافين الانوليت. الانوليت استابلايز باي ريزونانس. ان السالب دي هتنزل تعمل دول بوند. والدول بوند دي تفتح تخليها او سالب. حيبقى شكله كده. سي اتش تو دول بوند. سي او نيجاتيف. وهنا عندي او اي تي. يبقى ده الانوليت استابلايز باي ريزونانس. دي الخطوة الاولى. يبقى اول خطوة تكوين الانوليت. طب ايه الخطوة التانية يا دكتور. الانوليت السالب ده يروح يهاجم الاسطر التاني من عندي تو مول. صح? واحد بقى انوليت ويروح يهاجم صاحبه. فصاحبه ده اللي هو رسمناه باللا صفر. سي اتش سري. سي دول بوند او. او اي تي. حلو اوي. هيروح يهاجم مين الانوليت اللي احنا لسه عملناه اللي هو اللي اقدر. سي اتش تو. نيجاتيف. سي دول بوند او. او اي تي. حلو اوي. هيحصل ايه يا دكتور? هيحصل ان السالب ده هتروح تهاجم الكاربوني الكاربون. وبالتالي عندها خمس روات ما ينفعش. فتفتح الدول بوند او. ها? وتروح الرابط على الاكسجين. فهيبقى شكله ازاي بعد الاديشن ده? هيبقى شكله كده. سي اتش سري. سي. ما بقيتش دول بقت سنجل يا شباب. سنجل بوند او. ايه رأيك؟ نزل الاو اي تي تحت. ليه? عشان توسع لنفسك. ما الكاربون جي رابط فيها الانوليت. اهو. عشان توسع لنفسي الانوليت رابط فيها. فشكله كده. الخطوة دي تقدر تسميها قدشا على الكاربوناي الكاربون. قدشا على الكاربوناي الكاربون. النيكلوفيل راح تضاف على الكاربوناي الكاربون. طب والخطوة اللي بعد كده يحصل ايه يا دكتور? الخطوة اللي بعد كده يحصل إليمينيشن إليمينيشن لمين إليمينيشن للأو إي تي للجود ليفن جروب يعني يا دكتور يعني ببساطة السالب دي هتنزل تعمل دول بوند وتخرج الأو إي تي الإستر عشان عندها ليفن جروب اللي هي الأو إي تي أو الأو ميسايل فدي جود ليفن جروب فتخرج وبالتالي يبقى الناتج هيبقى شكله ازاي سي اتش سري سي دول بوند وبعدين مسكت فيها مين بقى الإنوليت اللي هو سي اتش تو سي دول بوند أو أو إي تي لو انت أخذت بالك المحصلة المحصلة استبدال المحصلة نيكلوفيلك فيه النيكلوفيل اللي دخل ده نيكلوفيل اللي دخل يا جماعة كل ده نيكلوفيل اللي دخل حل محل مين يعني استبدال حل محل مجموعة اللي هي اللي فين جروب دي فده استبدال بس الاستبدال ده حصل من خلال إيه محصلتها استبدال يعني حصل إضافة للنيكروفيل بعد كده حصل خروج للليفن جروب والإستر دائما بتفعل كده أديشن كربوناي الكربون بعد كده خروج للليفن جروب ومحصلة الاتنين دول محصلتهم استبدال كأنك دخلت النيكروفيل محل لمجموعة الايه فاهمين يا شباب طيب وبرضه نفس الشيء لازم تبقى أخذ بالك المحصلة النهائية برضه كأنك شلت من هنا اتش وشلت من هنا او اي تي زي ما احنا قلنا فشلت إيثانول فعشان كده تفاعل كندنسيشن جمعت اتنين جزيء كبار بنزع جزيء صغير هو ده تعريف الايه الكندنسيشن طيب دكتور دكتور احنا كده فهمنا الكندنسيشن حصل ازاي ايه فايدة الأسديفيكيشن اللي في الآخر دي انت في الميكانيزم في الآخر حاطت أسديفيكيشن حاطت أسد ليه نقولها في الشريحة اللي بعد كده طيب فقالنا نفسر ايه لازمة الأسد اللي بيتحط على السهم هنا في نهاية التفاعل مفروض نحط نعمل أسديفيكيشن ليه يا دكتور تعالوا كده نشوف مع بعض ببساطة خالص لو خدت خط كده الناتج عندي الاسايل أسيتو أسيتيت اللي هو شكله كده ch3 cydal bento بعدين ch2 cydal bento o it ده اسمه إسايل أسيتو أستيت وممكن نختصره ea لو انتم لاحظين إسايل أسيتو أستيت ده من مراكبات الأكتف مسيلين يعني الح sustain الميسيلين دي اللي في النص highly active قبل ها هو منسميه connects ليس لأن فلانك between two كاربونايل كاربونايل بتاعت الكيتو كاربونايل بتاعت الكايتو فهي لأسيدك وما له يا دكتور يعني لما تكون أسيدك أقولك ببساطة خالص كنها أسيدك والميديم بتاع التفاعل بيزيك اللي هو سوديم إيسوكسايد صح فبالتالي يبقى البيز ده يقدر يعمل لها دي بروتونيشن ياخد منها بروتون دي بروتونيشن دي بروتونيشن نزع بروتون نتيجة الأسيتي بتاعة الألفا هيدرجن بتاعة الأكتف إيه ميسيلين وبالتالي يبقى البرودكت هيبقى دي بروتونيتد دي بروتونيتد يعني إيه يا دكتور هيبقى منزوع بروتون هيبقى شكله كده C دول بوند O وهنا CH negative وهنا C دول بوند O OET طبعا خلاص انت عارب بقى ان النجاتف دي هيحصل لها وعادينا ثلاثة تقدر ترسمه وانت بنفسك مرة النجاتف دي تعمل مع الكربوناء اليمين ومرة تعمل ريزونس مع الكربوناء اليمين فيبقى عندي ثلاثة ريزونيتن جسراكشو طيب يبقى إذا لو أنا محطتش أسد هيطلع البرودكت دي بروتونيتد دي بروتونيتد يعني منزوع البروتون ويبقى طالع على هيئة صلت طب إيه الحل للمشكلة دي إن إحنا آخر خطوة أيوة نعمل بروتونيشن يبقى دي بروتونيشن نحل لها إن إحنا نعمل بروتونيشن يبقى الأسد اللي إحنا حطينه عشان يرجع البروتون اللي تشال من الأكتف ميسيلين وبالتالي يطلع لي بقى يرجع تاني الإيصائي الأسيتو أسيتيت ها البرودكت بتاعنا زي ما إحنا عايزينه واحد يقول لي ده المحصلة بتاع الكلام ده صفر يا دكتور أقول له محصلة صفر قصدك إيه آه يقول لي قصدي خطوة شلت بروتون وخطوة رجعت بروتون أيوة هو ده اللي بيحصل إن انت بيتشال بروتون بسبب الأسيتي بتاعت الأكتف ميسيلين ولذلك يجب عليك إن انت تحط تعمل آخر خطوة أسيديفيكيشن عشان ترجع له البروتون اللي تشال منه فدي بروتونيشن بروتونيشن اللي اتنين بيعكسوا بعضه في الآخر يديك اللي ايه الناتج زي ما هو الإيصائي الأسيتو أسيتيت خلونا نحل السؤال ده مع بعض بيقول لي إيصائي البروبيونيت في وجود سوديام إيسوكسايد واعمل كومبيليت حلوة قوي عاوزين نعمل كومبيليت للتفاعل ده أفكر ازاي ببساطة خالص أنا عندي إيستر اللي هو الإيصائي البروبيونيت خدوا بالكو البروبيونيت دي جاي من البروبيونيك أسيت اللي هو الثلاث كاربونات لقيت إيستر وعنده ألفا إتش مهمة جدا في وجود بيزيك ميديام اللي هو السوديام إيسوكسايد على طول إيستر ألفا إتش وعنده بيزيك ميديام اللي هو السوديام إيسوكسايد يبدأ تفاعل كليزين طيب أحل إزاي بقى تفاعل كليزين ببساطة خالص تخيل عندك ان هما اتنين مول ما هو ما بيتفاعلش بيتفاعل مع جزيء تاني ده الايصال بروبيونيت يبقى هما اتنين مول واحد فيهم حيبق انوليت انوليت فين يا شباب دي اهم نقطة من عند الالفا الالفا هي اللي حيتشال من عندها اتش الالفا هي اللي حيتشال من عندها اتش وتبقى سالب الالفا هي اللي سالب ولما سالب تعمل ايه هتروح تهاجم الجزء ده وفي الاخر هيحصل استبدال يحصل محصلته استبدال يعني السالب اللي هو الانوليت ده هيدخل ويحل محل مين الاو اي تي طب دكتور دكتور اكتب الناتج ازاي تعالوا كي نركز اللاصفر ده اللاصفر ده اللي انا كتبه باللون اللاصفر هيتلع شكله كده سي اتش سري سي اتش تو سي دول بندو بس وحيبقى خسر مجموعة الاو اي تي طب والله اقدر ده ها الجزء التاني ربط من فين دي اللي بيغلط فيها معظم الناس ربط من عند كربون الفا اللي هي تبقى سي اتش ادي كربون الفا هي سي اتش تو هتبقى سي اتش طب وعليها ايه كربون الفا عليها سي اتش سريك تبقى تحت كده ها وعليها ايه كمان كربون الفا سي دول بندو او او اي تي شايفين يا شباب يبقى في النهاية انت لما جيت عملتلهم كندنسيشن مع بعض ها الجزء الاخضر ده شال اتش والجزء الاصفر ده شال او اي تي وربطوا مع بعض وربطوا منين مع بعض يبدأ الكمبليت طب دكتور دكتور ازاي نعمل ميكانيزم تعالوا نعمل ميكانيزم نوسع لنفسنا اللي بس وروحوا مسلا مسحين ده كده خلاص وناخد مكان عشان نعمل الميكانيزم يلا ادي الميكانيزم الميكانيزم نعمله ازاي او ادي عندي جزء الاولاني سي اتش سري سي اتش نبين الالفا اتش سي ده البندو او او اي تي حيجي البيز اللي هو الاسوكسايت تروح تهاجم على الالفا اتش وتبقى الكربونة دي سالك ده كربونة الفا وطبعا ده كده انوليت واستابيلايز باي اي باي ريزونانس تقدر انت تعمل الريزونانس بتاعه طب الخطوة التانية يحصل اي يا دكتور الخطوة التانية يجي جزء التاني زي ما هو هو سي اتش سري سي اتش تو سي ده البندو او او اي تي يهاجم الانوليت الانوليت اللي هو شكله كده سي اتش سري سي اتش نيجاتيب ها سي ده البندو او او اي تي يا شباب الكيرفد ارو في الكيميا العضوية ده مهم جدا في الميكانزمات لان بيوريك مين بيهاجم مين وازاي بيربطه دائما الكيرفد ارو بيشاور ان السالب بيروح يهاجم الموجة وبالتالي الرابطة دي هتفتح كده هايبقى ان شكل الناتج هيحصل ايه هاصل اديشن اهو سي اتش سري اديشن على الكربونة الكاربونة سي اتش تو سي دي بقيت او نيجاتيب اتفتحت وعندها او اي تي وسعت النفسي انا لان الكربونة دي رابطت معاها مين بقى الكربونة الفا محدش يغلط وعليها مين دي عليها سي اتش سري وعليها مين سي او اي تي نكتبها كده اسهل لنا السي او اي تي جمعتها بدلا ما اكتب سي دول بندو او او اي تي هي كده صح وبعدين بعد الادشن الاستر بتفعل ازاي قلتلكو اديشن ايليمينيشن اديشن ايليمينيشن طب ايليمينيشن اللي هي دكتور للليفن جروب اللي هي الاو اي تي دي طيب يبقى تخرج مجموعة الاو اي تي ومحصلة الاديشن الايليمينيشن ده قلتلك دايما بيبقى ايه استبدال او سبستيوشن حيبقى الناتج سي اتش سري ها سي اتش تو وبعدين سي دول بندو وبعدين شبكة فيها سي اتش عليها مجموعة الميسايل وعليها سي او او اي تي خلاص يبقى ده الميكانيزم طبعا انتم عارفين الاسديفكيشن لسه شرحها لكم ليه اسديفكيشن محتاجينا في الاخر عشان الاكتف بروتون ديت بحاتة شال في بيزيك ميديا فنرجع حالها تاني بالايه بالاسد طيب سؤال تاني مشابه لو قال لي اسايل في نايل اسيتيت اللي مرسوم قدامنا ده في وجود سوديم اسوكسايد ازاي يعرف ان دواء التفاعل كليزن اولا هو استر وعنده الفا اتش في وجود بيزيك ميديا سوديم اسوكسايد خلاص اضحقت الشروط يبقى استر الفا اتش عنده الفا اتش وفي وجود البيزيك ميديا اللي هو السوديم اسوكسايد يبقى ده تفاعل كليزن طب اعمل كمبيليت ازاي يا دكتور ببساطة لازم تعرف انه هو اتنين مول مش شرط الدكتور حتى يكتب لك في الامتحان اتنين مول انت خلاص طالما كليزن يبقى اتنين مول ارضل اتنين مول صح ولا؟ طيب هيعمل سل في كندنسيشن مع نفسه ازاي؟ اول جزء خلينا نرسمه بالأصفر وخلينا نبسط لنفسنا حلقة البنزين اعمالها اللي هي الفنائل سي اتش تو وبعدين سي دول بند او ادي اول جزء تمام؟ اللي هو شلت منه الاو اي تي طب والتاني ها هنشيل منه الاتش بس انو اتش بقى اللي بتتشال انو اتش اللي بتتشال يا شباب الفا يبقى ازا سي اتش اللي هي الالفا هي كان سي اتش تو وبقت سي اتش وعليها مين؟ عليها فنائل وعليها سي دول بند او او اي تي يبقى دي شلت منها الاتش الفا وبالتالي يبقى كان انا شلنا مين؟ جزء اي ثانول ربطتهم مع بعض وشلت جزء ايه؟ اي ثانول اسيب كنتم ان انتو اللي تعملوا الايه؟ الميكانزم بتاع التفاعل انو تكرار للي فات حاجة مهمة جدا خلاص لازم تبقى عارفين ان الناتج بتاع كليزن هو البيتا كيتو استر هو البيتا كيتو ايه استر فبالتالي لو عندي سؤال عكسي عكسي يعني ايه؟ لو عندي مثلا حاجة بالشكل ده سي اتش سري سي اتش تو سي دول بند او وبعدين سي اتش سري سي دول بند او او اي تي ده بيتا كيتو استر صح ولا؟ فين ده يا دكتور؟ ادي مجموعة الاستر اهي اللي حطيت تحتها خط تمام؟ ودي الفا ودي بيتا بيتا كيتو استر لما تلاقي بيتا كيتو استر يبقى دوت متحضر بتفاعل ايه؟ كليزن طب ازاي اعرف انو استر اللي تحضر منها ببساطة خالص تكسر عند الالفا والايه والبيتا يعني تيجي عند الالفا والبيتا كده وتكسر الالفا ترجع لها ايه والبيتا ترجع لها ايه؟ الالفا ترجع لها اتش ها والبيتا ترجع لها او اي تي فبالتاني لو عملت الكلام دوت يبقى ده جاي من انو استر ها سي اتش سري سي اتش تو ها سي دول بند او او اي تي اهي الكربونة اللي كانت بيتا رجعت لها او اي تي وكربونة اللي هي الفا رجعت لها اتش فاصبحت من سي اتش تو سي او اي تي اللي هو نفسه اللي هو الايصال بروبيونات لما حمل سيلف كوندنسيشن مع نفسه اخر حاجة نقولها وان لله وان الله راجعون ونلقاكم ان شاء الله على خير في المحاضرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة